لجنة العزاء تفاصيل طبعا شملت هذه السنتان طبعا نتكلم عن سنتين في السنة الأولى تقريبا عشرين أو واحد عشرين فعالية في السنة الثانية أيضا في أصدرت نشر نشر رائعة الطفر الإلكترونية موجود تفاصيلها أيضا في التقرير الأدبي صفحة ثلاثة وأربعة أهم ما أنجزته أيضا أنها استضافت عديد من رواديد خلال لمواكب العزاء خلال السنتين من أهم هؤلاء الرواديد الرادود الحسيني الأخ مهدي سهوان بالإضافة إلى كوكبة من الرواديد من مناطق أخرى أيضا قامت بعمل أبريد في ليالي محرم سنة ستة وثلاثين وسبعة وثلاثين هجرية هذه السنوية نقوم بها وهذه من أحد إنجازاتها وشكلت أيضا لجنة تشرف على إدارة الزنجيل هذه السنة عزاء الزنجيل خرج في عدة أيام خاصة أيام العزاء في فترة المسائية عصرا عصرا وهلاقة إقبال شديد خصوصا من فئة الأطفال والشباب طبعا هذه مختصر بالنسبة إلى اللجنة الثانية داخل لجنة العزاء لجنة الخطابة طبعا هذه مهمتها التعاقد إنتقاء الخطباء والتعاقد معهم من فترة خلال المناسبات أهم هذه الأعمال أن تعاقدنا مع الخطيب شهاب العامري سنة ستة وثلاثين وسبعة ثلاثين هجرية للقراءة خلال محرم وكان يعني الحضور يعني قفز قفزة كبيرة واخبال شديد على هذه المجالس أيضا تعاقدنا مع الشيخ الخطيب الشيخ رائد الستر لقراءة موسمي محرم ستة وثلاثين وأيضا هذه السنة تعاقدنا معه وراح يكون هو القارئ موجود شهر رمضان عفوا شهر رمضان موسم شهر رمضان ستة وثلاثين وسبعة ثلاثين شكرا على التصحيح أيضا اللجنة قامت بالتعاقد مع الخطيب الشيخ الدكتور عبدالله الديهي إلى محرم القادم سنة ألف وتسعمائة أو ألف واربعمائة ثمانية ثلاثين هجرية فهذه طبعا بالإضافة إلى عمل بعض الترتيبات إلى بعض الوفايات القادمة فإن شاء الله يكون هذا عون إلى الإدارة القادمة في هذا المجال لأنه من أحد الأصعب الأشياء التي تواجهها الإدارة هو انتقاء الخطيب والتعاقد معها أيضا فالحمد الله توفقنا في هذه العملية من خلال هذه اللجنة اللجنة الثقافية اللجنة الثقافية أقامت ما يقارب ثلاثين فعالية احتفالية في خلال الدورة اللي من خمسة وثلاثين إلى سبع وثلاثين أقامت حوالي ثلاثين فعالية طبعا من أهم ما قامت فيه أن عملية التطوير والتجديد في المسارح يعني في بعض المسارح أو خلفيات المسارح قامت بعملية طفرة نوعية في هذا المجال وأبدعت فيه مما أعطى يعني صبغة جديدة إلى الاحتفالات أقامت أيضا عدل ست مسرحيات هادفة خلال هذه الفعاليات والاحتفالات أيضا هي هذه اللجنة تساهم في إعداد وتنظيم موسم الحج الثقافي اللي طبعا يكون عندنا تحت في الأسفل في قاعة المأتم وهذه طبعا الفعالية تجتذب نقدر نقول ما يقارب خمسة وتسعين في المئة من الحملات الرسمية الموجودة في البلد في البحرين كلها تأتي للاستفادة من المجسمات المجسمات وتدريب الحجاج على هذه المجسمات بالإضافة إلى طبعا الروضات بعض الروضات وبعض الحوزات الدينية الموجودة في البحرين أيضا تحضر الاستفادة من هذه المجسمات أيضا من أحد الأشياء التي تفعلها إحياء الصلاة والدعاء طوال العام الصلاة بالإشراف أو بالتعاون مع التنسيق مع لجنة الدعاء والصلاة هي أيضا تقوم من أحد المهام التي تقوم بها اللجنة الثقافية إذا عرجنا على اللجنة الإعلامية الموجود أو المذكور التقرير مالها في تفصيل من صفحة خمسة في التقرير الأدبي طبعا اللجنة هذه يقع العاقد تقها يعني على كاهلها جهد كبير جدا جدا بدءا من ما قبل الفعالية أثناء الفعالية وما بعد الفعالية أيضا الحمد لله هذا العام أول خلال هذه الدورة هذه اللجنة ركزت على الكوادر الشابة الصغيرة ودربتها تدريب جيد وقامت بإعطاها مهام ونجحت فيها الحمد لله رب العالمين وبالتالي فهناك قادر متواجد من الشباب والصغار ليكونوا جنودا في هذه اللجنة طبعا ما يخارب ثلاثمائة إعلان صممت ونشرت خلال العامين الفين ورباط ألفين خمسة أرباط عشر ألفين مستعشر خلال الدورة هذه الحالية أنتجت ما يقارب عشرة أفلام قصيرة ونشرتها على طبعا في موجود تفاصيل الأفلام أسماءها وتفاصيلها وأيضا عدد المشاهدات اللي دخلوا عليه في اليوتيوب وشاهدوا هذه الأفلام وطبعا الأرقام الموجودة أرقام مشجعة الحمد لله رب العالمين من فترة لفترة تقوم بتاعداد تقارير إعلامية مصورة من خلال التقام ببعض الشخصيات وأيضا نشرها في جميع الوسائل الموجودة طبعا تأهيل الكوادر تكلمنا عنهم فيما قبل والكوادر مؤهدة الحمد لله رب العالمين من خلال عديد من الدورات اللي دخلوها موجودة أيضا مذكورة في التقرير الأدبي طبعا خمس حملات إعلامية لبعض المشاريع منها حملة التنظيف لكما خلف العزاء والتصوير وكان لها صداة كبيرة أيضا نظمت المرسم الحسيني سنة ألف واربعمائة ستة وثلاثين وليس ثلاثين وسبعة وثلاثين أيضا مصدر الكثير من النشرات والمطويات طبعا هذه المجلة أصدرت أو اللي هي ألواني حسنية أصدرت سنتين قليتين طبع منها حوالي خمسة تالاف نسخة وتم بيعها جميعا لجنة الخدمات لجنة الخدمات طبعا هذه لجنة غنية عن التعريف لجنة مثل خلية الناحل موجودة في الجمعية الحسينية تقوم بأعمال الضيافة وأعمال الصيانة للمأتم التنظيف الصلاة الإشراف على الصلاة صيانة المأتم صيانة التكييف الإنارة جميع أعمال الصيانة تشرف عليها هذه اللجنة بالإضافة إلى الضيافة في جاء الفعاليات طبعا نحن حاول أن نحصل فعاليات التي غطتها هذه اللجنة ما يقارب مئة فعالية طبعا طبعا عمل اللجنة هذه لا يقتصر فقط على الرجال إنما تقدم خدمات لوجستية أيضا للنساء فهم طبعا المشغولين في عملية الخدمة طوال العام والله يعطيهم العافية وبارك الله فيهم لجنة الموارد طبعا الجمعية الحسينية تشعبت اللي هو فعالياتها من كانت فقط مجالس عزاء بعدين احتفالات تطورت إلى مراكز تعليم دورات تعليمية فتشعبت الأعمال أيضا كثرت المصاريف مالها فكان لا بد من إيجاد مصادر للدخل مصادر موارد مالية تغطي المصاريف لكي يتناسب مع حجم الفعاليات التي تقوم بها الجمعية الحسينية طبعا طبعا في عدة أشياء قامت بها اللجنة طبعا اللجنة بمعادة أخوان من الداخل ومن الخارج طبعا لا لا نسف فضل وبركات الأخوين جاسم ماجد ومحمد إبراهيم تفاعلهم معنا فهذا الموضوع بإضافة إلى العديد من الأخوان اللي ساهم ودعموهنا في هذا الموضوع العملية والأخ أيضا أحمد الدهيم بارك الله فيه هذه اللين طبعا من الجنود المجهولين الموجودين في الجمعية الحسينية والذي لهم باع كبير في هذه اللجنة أيضا وأيضا في أعضاء اللجنة طبع اللي يعملون تحت الأخ حسين عبد النبي هذه طبعا ما أدري الشارت هذا واضح أو لا فعموما طبعا هناك الكثير من الموارد التي عليها اللجنة منها التثويبات ودعم الأهالي لضيافة الفعاليات طبعا هذه نشكر الأهالي جميعا لأنهم كانوا سند الكبير في دعم فعاليات الجمعية الحسينية من خلال الدعم المادي والعيني للضيافة نحن تخريبا حصينا التكاليف أو المبالغ العينية والمادية في هذا المجال ما يقارب عشرين ألف دينار سنويا تبرعات عامة خلال شهر محرم طبعا نجمعه نعم في برنامج سفينة النجاة في سيرنا حملة حملة البراق بناء على موافقة العمومية وخرجت في خمس خمس رحلات إلى إيران والعراق طبعا بالأسف أن الشارت هنا مواضح تأجير الصالات صالة قاعة الزهراء وقاعة المئاتم أيضا هذه من أحد الموارد وفي مشروع دار الحسين لعادة تجديد التربة الحسينية طبعا هذا المشروع ليس يعني الهدف منه مادي باحت إنما الهدف منه الأساس الحفاظ على قرسية الترب وعدم القاها المكسرة والحفاظ هذه الحرفة إعادة تجديد الترب طبعا استلام الحقوق الشرعية هذا البرنامج أعيد ما كان يعني تم إيقافه في فترة معينة إلا أن الأخوان أشتغلوا عليه من جزء من حقوق الشرعية طبعا تستخدم في مراكز التعليم أيضا تنظيم دورات في المراكز التعليمية من فترة إلى أخرى طبعا هذه المرضولها المادي رمزي جدا بحكم أن الدورات الهدف منها أن تثقيف النشء والاستفادة من هذا المجال موارد أخرى بيع مجلة الواني حسيني مثل ما ذكرت من أول خمسة آلاف نسخة اشتراكات والتجديد العضوية أيضا تسهم في الموارد وكوبونات حج الحسين هذه سنويا أيضا مجلة الواني حسيني أو كوبونات حج الحسين ما يقارب طبعا خلال سنتين أربعين ألف كوبون طبعا كوبون قيمة مئتين فلس فمردودة يعني لا بأس به منها في هذا المجال لجنة العضوية طبعا عضويا عندنا عاملة ومشاركة ومنتسبة وفخرية العاملة خمسين في المائة موجودة هنا العدد مئتين وسبعين من إجمالي خمسمية ثلاثين ثلاثين ثلاث ستة واربعين في المائة المشاركة المنتسبة كان عندنا بمجموعة بس كبروا في السن فانقلوا إلى أما عاملة أو منتسبة وعندنا عضوية واحدة عدوان لهي عضوية فخرية إلى الأستاذ عبدالوهاب الله يفرج عننا إن شاء الله طبعا العضويات عمل تم أيضا عمل بقاعدة معلومات جديدة سهم فيها الأخوان مع الأخ محمد اشتغلوا عليه برنامج جديد ودخلت في جميع البيانات المتعلقة بالعضوية وتصدر تقارير في هذا المجال المراكز التعليمية المراكز التعليمية عندنا مركز مركزين مركز الإمام الحسين عليه السلام طبعا هذا للرجال وعندنا مركز السيدة زينب عليه السلام للنساء مختصر فقط أنه عنده دورات تكليف للأولاد ينظم من فترة إلى فترة دورات تعليم قرآن أربع مستويات ودورات تعليم الصلاة أيضا وأيضا في أنشطة ثقافية يقومون بها المركز يشترك في مسابقات خارجية مثل المسابقة أحد المسابقات التي كانت في سترة على مستوى الرجال والشباب فئتين الرجال طبعا أحرزوا المركز الثاني والشباب بارك الله فيهم أحرزوا المركز الأول في هذه المسابقة على مستوى قرى المنطقة طبعا بالإضافة دمج التعليم أنه في برامج ترفيه من فترة لأخرى للأطفال لتشجيعهم على الحضور المراكز التعليمية اللي هو الثاني المركز السيدة زينب هذا المركز مثل خلية النحل إذا جئون له فترة المغرب ما شاء الله هم النساء قائمين بدور كبير في هذا المركز برامج متعددة بشكل شبه يومي ثوال العام أنا حاولت تعطوني التقرير ما لهم ما يقارب بممكن عشر صفحات فخاص للمركز بالدورات وأسماهم أنا حاولت قدر الإمكان أني أختصر وضحم الدورات المهمة أو تحت مسميات عامة من أجل أن نختصر في التقرير الأدبي طبعا دورات تكليف ما يقارب ثلاث دورات خلال ثلاث دورات تكليف خلال ثالث دورة والحمد لله رب العالمين أن العدد في تصاعد ليس فقط من قرية النويدرات إنما في بعض الضالبات تأتي من القرى المجاورة بسبب شهرة المركز طبعا دورات التكليف هذه تمتد لمدة ستة أشهر لمدة ستة أشهر بعدها تخرج الطفلة مكلفة الحمد لله رب العالمين عندنا أعداد موجودة تخرجت من هذا المركز طبعا دورات تعليم القرآن ما شاء الله على جميع المستويات موجودة أعدنا إقامة محاضرات سواء على مستوى الأطفال والله البنات أو الكبار العديد العديد من الدورات التي قامتها طبعا موجودة بعض الدورات مسمياتها في هذا التقرير لجنة التقييم والتطوير هذه طبعا ترصد الآراء المأقودة من طبعا الأخوان النقد البناء وتحاول تطبقها قدر الإمكان خلال النقل المباشر أو من خلال عمل بعض الاستبانات من فترة إلى أخرى عمل استبانات وتحليل نتائجها بناء عليه يتخذ القرار ما نراه يتوافق مع دور الجميع الحسينية والآراء التي أطلقت في هذه الاستبانة طبعا في عندنا خطوة جيدة قمنا بها أن جردنا جميع الأصول الموجودة في مأتم الجمعية الحسينية كل الأصول الموجودة تم جردها ووضعها في قاعدة بيانات واحدة موجودة هذه يعني كل لجنة لديها موجودات لها جرد كيف عمل هذا الشيء في هذه الفترة؟ الحمد لله رب العالمين الإرادات تميزت في السنتين الفائتتين بأن إرادات 2014 كانت بلغت أكثر إرادات باعتبار أن صالة الزهراء وصلت كانت الحجوزات في صالة الزهراء كثيرة جدا بينما في 2014 تأثرت الإرادات في الجمعية الحسينية بسبب انخفاض الأقبال على صالة الزهراء وأيضا بسبب انخفاض في إرادات القسم الرجالي إرادات القسم الرجالي 38% من مجموع الإرادات وإرادات النساء 34% وصالة الزهراء 28% لو نرى الإرادات من جهة أخرى، ما كانت هذه المجموع الإرادات؟ 62% من الإرادات كانت خاصة بدعم الفعاليات و28% من الإرادات كانت من صالة الزهراء وأشتراكات العضوية 9% بالنسبة لإرادات الرجال، بلغت 31.283 دينار تقريباً 82% منها كانت لدعم الفعاليات المختلفة والبقية توزع على إشتراكات العضوية أو إرادات من مكانات أخرى هذا الجدول يبين لنا الإرادات المخصصة للمأتم للصرف على الفعاليات، سواء كانت احتفالات أو أو وفايات لأهل البيت أو أي فعاليات أخرى ونلاحظ هذا الرسم هنا المقارنة بين إرادات السنوات الفائتة نرى أن إرادات صالة الزهراء كانت الأكبر في سنة 2014 وفي سنة 2015، إرادات صالة الزهراء كانت قريبة جداً من إرادات الرجال بشكل عام 2014 ومقارنة 2014 و2015، إرادات الصالة وإرادات الرجال كانت متقاربة لم يطرأ عليها تغيير كبير، إلا انخفاض في إرادات الرجال تقريباً الآن المصروفات، يمكن أنه الباب الأهم في التقرير المالي توزعت المصروفات في المأتم الجمعية الحسينية على ثلاث أبواب القسم الرجالي والقسم النسائي وبابه هو المشترك بين الأقسام المختلفة، مثل تطوير المأتم الصيانة في المأتم، شراء بعض الأجهزة للمأتم أو غيرها نلاحظ المخطط البياني أن السنة 2014 أيضاً حصلت على النسبة الأعلى من المصروفات بمجموع تقريباً ٥١١٧٠٠٠٠ دينار بحريني مقارنة ب ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ السبب يعود في ذلك لبعض التطوير المهم الذي حدث في المأتم وهو على سبيل المثال تزويد المأتم بالكاميرات التصوير والبث المباشر تفعيل غرفة الكنترول في وأيضاً كان تجهيز مركز الإمام الحسين تجهيز مركز الإمام الحسين منفصل عن الفعاليات ولكن الأهم المصروفات في كانت ٢٠١١ الكاميرات وغرفة الكنترول فعلناها وأيضاً كان هناك صيانة لصالة الزهراء المسرح ومدخل الصالة وكان هناك بعض التطوير في المأتم من شذي المصروفات كانت في ٢٠١١ تفوق ٢٠١١ في الرسم البياني الدائري هذا نرى المصروفات توزعت على حسب الليجان وبعض الأبواب المختلفة في المأتم طبعاً رجالاً ونساءاً نرى ٣٩٪ من المصروفات كانت من نصيب الضيافة ٢٠٪ كانت من نصيب الصيانة والتطوير وتوزعت البقية على الليجان المختلفة من اللجنة الإعلامية والعزائية مثلاً أو غيرها وعلى ٣٠٦ ثم نتوجه إلى المصروفات التي ذكرناها السابقة فننتحدث عن القسم النسائي مُنفصل والرجالي مُنفصل نرى أن 60% من المصروفات بالنسبة للرجال كانت من نصيب الضيافة و20% من نصيب لجنة العزاء أما بالنسبة للقسم النسائي أيضاً كانت أغلب المصروفات متركزة على الضيافة بنسبة 73% ولجنة العزاء 17% ونسبة قليلة توزعت على اللجنة الثقافية اللجنة الإعلامية كانت مصروفاتها بالنسبة للنساء صفر باعتبار أن النساء لا لديهم إعلانات مطبوعة تتوزع ولا يعتمدون على المسيجات كالرجال أو المواقع التواصل الإجتماعية ولو اعتمدوا عليها فهي بالأغالب مجانة مواقع التواصل والواتس أب كلها مجانية فالمصروفات الإعلامية بالنسبة للنساء لا توجد نجي الآن إلى المصروفات المشتركة التي ذكرناها وهي تأخذ نسبة كبيرة من مصروفات الجمعية الحسينية المصروفات المشتركة هي المصروفات الإدارية في المأتم مثلاً تكاليف عمال صيانة أو رواتب أو دعم فعاليات خارجية أو الصيانة والتطوير هذه ما نقدر نخليها لا للقسم الرجالي ولا للنسبة للنساء لأنها مشتركة بين القسمين نلاحظ أن المصاريف الصيانة والتطوير تكلفت 54% من المصروفات المشتركة والمصاريف الإدارية 29% ودعم الفعاليات الخارجية 17% دعم الفعاليات الخارجية هو دعم بعض اللجان المنفصلة عن الجمعية الحسينية التي تعمل في القرية مثل لجنة الطبق أو بعض الفرق الإنشادية أو المؤسسات الإعلامية الموجودة في القرية نلاحظ هذا المقارنة بين المصروفات والإيرادات في الأربع سنوات الأخيرة نرى أن الإيرادات ابتدأت أعلى من المصروفات في 2012 إلى 2013 و2014 حتى في 2015 كانت الإيرادات أقل من المصروفات لكن لو نلاحظ الرسم الإيرادات في هذه السنة ابتدت تقترب من المصروفات هذه الفترة التي هي من 2013 و2014 المأتم لا زال كان في مرحلة التطوير بعد عملية البناء اشترينا أجهزة تكهيف مثلاً للمأتم مثل ما ذكرنا الكاميرات وغرفة الكنترول فعلناها فلهذا المصروفات هنا كانت أكثر من الإيرادات زيادة المصروفات عن الإيرادات في هذه السنوات أدت إلى استنزاف المخزون أو الرصيد للجمعية الحسينية فيه جدول الجدول يبين هذه الإيرادات التعليمية فيه جدول في النهاية يبين كيف تغيرت الإيرادات خلال الأربع سنوات الأخيرة المراكز التعليمية تنحصر الإيرادات في المراكز التعليمية على ثلاث موارد أو موردين دعنا نقول اللي هي الحقوق الشرعية ورسوم الدورات التعليمية الاعتماد الأكبر في المراكز التعليمية هو على رسوم الدورات اللي هي تشكل تقريباً 55% من مجموع الإيرادات الدورات هذه القسمين مركز السيدة الزينب ومركز إمام الحسين يعملون الدورات ولكن لو نلاحظ في هذه الدائرة 96% من إيرادات الدورات التدريبية كانت من نصيب مركز السيدة الزينب لكثرة الدورات اللي يسوونها مركز سيدة زينب والإقبال الكبير من الفتيات على التسجيل في مركز سيدة زينب بينما مركز الإمام الحسين الإقبال الظهر أنه ضعيف من قبل الذكور فأربع فالمئة فقط من إيرادات الدورات كانت لمركز الإمام الحسين مصروفات المراكز التعليمية في 2013 كان المركز في الأشهر الأولى مؤجر فكان عندنا مصاريف إيجار أعتقد شهرين أو ثلاثة فقط الأكثر المصروفات في المراكز التعليمية كانت إلى الرواتب وأيضاً الدعم الحوزوي ندعم بعض طلبة العلوم الدينية بمبالغ ثابتة سنوياً من إيرادات المراكز التعليمية 60% من المصروفات كانت لمركز سيدة زينب 40% لمركز الإمام الحسين عليه السلام لو قارننا المصروفات والإيرادات للمراكز التعليمية نرى أن في 2012 كانت تقريباً الإيرادات والمصروفات متقاربة من بعض جداً بينما في 2014 كانت الإيرادات أقل من المصروفات إلا أنه في 2015 ابتدت الإيرادات تطلع فوق المصروفات في هذه الفترة في 2014 أيضاً كان المركز في مرحلة التطوير بعد انتهاء عملية البناء اشترينا مستلزمات تعليمية كثيرة للمركز من طاولات وكراسي اشترينا أصول مكيفات على سبيل المثال أو مفروشات فهذا الذي يخلى المصروفات في 2014 وبداية 2013 تكون كبيرة نسبياً الأرصدة الختامية في الجمعية الحسينية لو نلاحظ في الرسم الأرصدة من 2013 إلى 2015 ما هو أنه في 2013 كان رصيدنا تقريباً 12500 دينار بينما في 2000 طبعاً هذا الرصيد المجموع سواء للفعاليات أو للمراكز التفصيل موجود في الجدول في الأعلى بينما بشكل عام في 2013 كان رصيد الجمعية الحسينية 12500 دينار في 2014 سبعة آلاف دينار تقريباً والحين في 2015 أربعة آلاف وستمائة دينار هذا الانخفاض في الإرادات أو في الأرصدة الختامية نتيجة إلى زيادة المصروفات على الإرادات أكد التقرير المالي بأن مصروفات الضيافة تأخذ قسم كبير من ميزانية الجمعية من الإرادات ورغم أهمية طبعاً الضيافة إلا أن التركيز عليها تحولت إلى ما يشبه الهدف أعتقد بأنه يحتاج إلى مراجعة هوية الجمعية الحسينية كمؤسسة دينية تهدف إلى خلق الوعي ينبغي أن تكون استراتيجية الجمعية هي التركيز على الجانب الثقافي الجانب التثقيفي جانب الضيافة هو جانب داعم هامشي إلى عمل الجمعية يعني هذا الرقم الكبير المهول يستقطع من ميزانية الجمعية أعتقد بأنه أمر يحتاج إلى مراجعة وألاحظ أن عدد من الموجودين في الجمعية العمومية يتفقون معي في هذه الملاحظة الجانب الثاني الملاحظة الأولى أو التوصية الأولى لمجلس الإدارة هو بشأن الاهتمام بصقل الرواديد وأعتقد بأن التركيز على وضع خطة لتطوير الموكب الحسيني ومن ضمنها هذه الملاحظة وهو صقل الرواديد ينبغي أن يكون أولوية لمجلس الإدارة القادم من الملاحظ أنه يعني ما فيه خطة لهذا الموضوع هناك استبانة وزعت وأكدت تقرير بأن النتائج لجنة التطوير أبرزت نتائج هذه الاستبانة لكن التقرير ما أشار إلى كيف سيتم تطبيق نتائج هذه الاستبانة نتائج الاستبانة أيضاً عممت يعني عرفناها لكن كيف ستطبق هذا غير موجود فيعني ينبغي أن نلتفت إلى أنه مادام وزعنا استبانة من الأفضل أن تكون هناك خطة لتطبيقها وبالذات فيما يخص الموكب الحسيني لكونه عصب هذه الجمعية نشكر الأخ جعفر على الملاحظات القيمة أنا أتفق معاك أن جانب الضيافة يستهلك قدر كبير من ميزانية الجمعية الحسينية ونحن طبعاً خلال السنتين الماضيتين أو قبل سنتين الماضيتين تكلمنا عن هذا الموضوع إلا أن هناك المشكلة أن هناك في مدرستين موجودين في الموضوع هذا مدرسة تقول لك حد من الضيافة والمدرسة الأخرى تقول لا خل الضيافة وأكرم الناس مثل ما تكرم الناس سيكرمونك إن شاء الله فهذا يعني صارت في المدرستين إحنا طبعاً اللي أخذنا على منهج المدرسة الثانية إحنا نكرم الناس عشان الناس تكرمنا تكرم الإمام هو في ضيافة الإمام الحسين ومثل ما الجميع الحسينين طبعاً كذلك المآتم الباقية في القرية كلها موجودة عندها ضيافة وأعتقد أن يعني للأسف للأسف إن هذا صار درج موجود في القرية إن إحنا دائماً نهتم بعملية الضيافة وهذا يعني أحد الأسباب إننا استهلكنا ميزانية كبيرة طبعاً نحاولنا إن نقلل من طبعاً هذا ليس الرقم الحقيقي طبعاً الرقم الحقيقي في عيني أيضاً يعني في تبرعات كبيرة جي من عند الأهالي يعني في التنسيق مع الأهالي في بعض الطبخات تستوي في البيوت في بعضها الدعم عيني يجي في بعضها نحن نعود المواد نسويها عندهم في البيوت فهذا طبعاً هذا سبب أحد أسباب أن الأموال أو أو مبالغ كبيرة تروح في الضيافة بس ما مثل ما قلت لك هناك مدرستان مدرسة الأول تقول قلل في الضيافة والثانية مدرستان يقول لا نبيحنا نجي نخلي الضيافة ونكرم الناس قضية الاستبانة الإدارة أخذتها حللتها موجودة وطبعاً فيها لو أنت لاحطها يمكن أو مرتون عليها هي معظمها جانب فيه إيجابي بالنسبة لخصوص اللي أركز عليه قضية الرواديد فيه نقطتين أول شيء طبعاً نحن خلينا توصية لتفعيل هذا الجانب وتوصية واضحة يعني ماذا يحتاج الرادود مثل من جانب المقامات الاهتمام باللغة العربية قضية المشاركات الخارجية وغيرها فالتوصية يمكن لو لاحطها أول وحدة هي موجودة في هذا الجانب هذا الجانب الجانب الثاني لو لاحطون بأن فيه طبعاً مجموعة أخوان من الرواديد يمكن تقريباً عندنا ثلاثة عشر رادود بالنسبة بالذات في الدورة هذه طبعاً ما نضاف أحد جديد نتيجة التوجه اللي صار من الإدارة هذه الحالية إلى الموكب بأن تطلب بعض المؤهلات إلى الشخص اللي رايح يكون رادود وحدة منهم بالنسبة لي أنا يعني لما قاعدتوا يبعض الأخوان وطبعاً في لجنة مهتمة بهذا الجانب الشرط كان واضح إليهم بأن الشخص اللي بيكون رادود لازم يمر بمرحلة معينة يكون على الأقل ملم بألف باء الإعراب في اللغة العربية يكون على الأقل ملم بخضية المقامات يقوم هذا فأنا هاي الجانب للأخوان اللي كانوا يشتغلون عليه بالذات الأخ عبدالإله قنبر اشترط هذا الجانب وفي نفس الوقت خليناها توصية إلى الإدارة الجديدة وخليناها بشكل واضح في هذا الجانب ريارية الإخوان القائمين الآن في مجلس الإدارة يعطون تصور عن عمل المركز الإمام الحسين مركز الإمام الحسين يعني مع هذا المبنى الكبير لم يستفاد منه باستفادة طيبة ما يؤدي إلى الدخل أو إلى رأي يدخل على الجمعية الحسينية طبعا الآن الصالة الحمد لله رب العالمين مع تفاوت الرقمين بين 2015 و2014 ولكن لضغر في الوضع الأمني يمكن نقيسه هكذا ولكن أيضا نستطيع أنه لا بد أن الجمعية الحسينية تضع لها رؤية بخصوص الاستفادة من مركز الإمام الحسين كلمت أنا بعض الأخوان في مجلس الإدارة وعلى رأسهم الأستاذ محمد دولابي على أنه ممكن أنه إذا لم يستفاد من المركز الإمام الحسين ممكن أنه تأجيرها على بعض الحوزات العلمية الموجودة هنا وإدخال الإيجار أخ جليل أنا اللي أفهم منك أنك تبي خطة لزيادة إيرادات المركز المادية هذا الكلام أي مركز الإمام الحسين طبعا هذا ما تروك للإدارة القادمة أنه تأخذ بمقترح مالك أو لا بس بالنسبة لي بالنسبة لي أنا ومجلس الإدارة الموجودين طبعا أنا لا أعتبر نحن لا نفكر أننا المركز مصدر دخل مورد مادي مكثل ما هو مصدر إلى ثقافي وتعليمي إلى أهالي القرية من بنات وأولاد نحن ممكن ما أتفقوا إياك في النقطة نتعال خلن ندخل أموال طائلة مننا لا نحن لو بمبالغ رمزية ويستفيدوا من أهالي القرية من بنات من شباب وبنات تثقيفهم على مبادئ أهل البيت هذا مكسب كبير أكثر من مكسب مادي وبالنسبة لمقترح أن الزيادة يعتمد على المجلس الإدارة الجديد إذا أخذ أو لا شكرا نتائج انتخابات الدورة الإدارية 1437 إلى 1439 بلغ عدد إجمالي عدد الأصوات 136 صوت طبعا من 190 عضو عامل اللي حضروا وصوتوا 136 عضو الأوراق الصحيحة هي الأوراق كاملة 136 ورقة صحيحة طبعا تطلع النسبة المشاركة 71.5% من الأعضاء العاملين والنتائج المعروضة أماما أمامكم المركز الأول 128 صوت 94 واحد من عشرة في المئة الثاني حسن كاظم 128 صوت 94 نفس النسبة علي جاسم حبيل 127 صوت فاضل عباس هلال 126 صوت رجب صالح مكي 126 صوت حسن علي عبد الوهاب 121 صوت قاسم حسن علي 117 114 حسن عبد الوهاب 114 حسن أحمد قاسم 109 محمود أحمد صرحان 105 طاها علي العجوز 89 طبعا بيكون الأعضاء الاحتياطيين حسن عبد الله ربيع 75 صوت والحر يوسف الصميخ 75 صوت وافلح من صلى على محمد وآلي محمد ترجمة نانسي قنقر